شهدت مدينة شرم الشيخ إنشاء محطة معالجة لتحلية مياه البحر والتي تعد من أكبر وأهم محطات التحلية بالمدينة لخدمة المنطقة المجاورة والمناطق الحيوية بالمدينة يأتي ذلك في إطار جهود الدولة لتنفيذ آليات جديدة للاستفادة من مياه البحر في الأنشطة الاقتصادية فضلا عن تغطية الاحتياجات المتزايدة من المياه جهود كبيرة تبدلها مصر نحو الحصول على مصادر هامة غير تقليدية للموارد المائية من خلال اقتحام مجال تحلية المياه وإقامة أكبر محطات تحلية داخل المحافظات الحدودية والمدن الساحلية وفي ظل تزايد الاحتياجات المائية المستمرة الناتجة عن زيادة السكان وانخفاض نصيب الفرد من المياه إلى 600 متر مكعب سنويا على الرغم من أن المعدلة العالمية للفرد ألف متر مكعب سنويا الأمر الذي دفع الحكومة لسرعة البحث عن تنفيذ آليات جديدة للاستفادة من مياه البحر في الأنشطة الاقتصادية سواء كانت زراعية أو صناعية ففي مدينة شرم الشيخ تم إنشاء محطة معالجة لتحلية مياه البحر والتي تعتبر من أكبر وأهم محطات التحلية بالمدينة لخدمة المنطقة المجاورة والمناطق الحيوية بالمدينة المحطة بتتكون من أول مرحلة أربع مراحل خروج المنتج النهائي أول مياه اللي هي كاملة التحلية عشان خطة وزع المواطنين أول مرحلة اللي هي الأبار ودي بيدلم المياه الملحة نحطها في خزان المياه الملحة وبعد كده تخش على محرة الفلاتر عشان ننقي الشواب الموجودة في المياه محطة التحلية بشارم الشيخ تعمل بطاقة 6000 متر مكعب يوميا وتضم المحطة 18 بئر تغذية حيث جاري العمل بها لرفع كفاءتها لتصل إلى طاقة انتاجية تبلغ 12 ألف متر مكعب خلال هذا العام المحطة اللي احنا فيها دي انتاجها حوالي 6000 متر مكعب في اليوم وان شاء الله فيه مد أو اكستنشن لها هتوصل لـ 12 ألف متر مكعب وهي واحدة من ثلاث محطات بتمتلكها الشركة بتدخل مياه لبعض المناطق في مدينة شارم الشيخ وتعتمد المحطة على تغذية المناطق والأحياء السكنية الجديدة والقديمة والإدارية وتسعى المحطة لإنهاء أزمة المياه بأطراف مدينة شارم الشيخ المحافظات الحدودية كانت نقطة البداية لتنفيذ خطة الحكومة لإقامة محطات لتحلية مياه البحر وعندما الاعتماد على مياه نهر النيل وذلك لتوفير نفقات توصيل مياه النيل لتلك المحافظة من ناحية واستغلال مياه البحر من ناحية أخرى وهو ما يتطلب استغلاله بصورة كبيرة خلال الفترة المقبلة